موسيقى موجز لأهم الأنباء من حلب اليوم أهلا بكم خرجت مظاهرة في مدينة شحيل بريفي ديرزور شرقي طالب فيها المتظاهرون بطرد الميليشيات الإيرانية من المنطقة المظاهرة التي حاملت اسمها لا سلام لا استقرار حتى طرد الأسد وإيران عبر المشاركون فيها عن تضامنهم مع مدينة إدلب ودعوا إلى محاسبة من وصفوهم بالفاسدين في الإدارة المدنية التابعة لقسد قالت وزارة الدفاع التركية إن وقف إطلاق النار في محافظة إدلب سيبدأ يوم غد الأحد دون أن تحدد طبيعة الاتفاق ومدته وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الخميس الفائت عن توصلها مع تركيا لاتفاق وقف إطلاق نار في محافظة إدلب إلا أن قوات النظام خرقت هذا الاتفاق أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي نقلا عن مصدر عسكري أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت الأربعاء الماضي فوق طهران قصفت نتيجة خطأ بشري غير مقصود في السياق قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف إن هذا الخطأ جاء في وقت الأزمة الناجمة عن المغامرة الأمريكية التي أدت إلى كارثة على حد وصفه قالت وكالة تاس الروسية إن المحكمة العسكرية الغربية الثانية في روسيا حكمت على الجنرال سيرجيت شوفاركوف بالسجن ثلاث سنوات بسبب سرقته أكثر من ستة ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكي من رواتب موظفين وبحسب تاس فإن شوفاركوف الذي كان يشغل رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أدين بارتكاب عمليات احتيال واسعة النطاق وسرقة رواتب من سبعة مرؤوسين أدى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان سلطانا لعمان خلفا لسلطان قابوس بن سعيد وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة وافادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بنعقاد مجلس عمان في جلسة طارئة في مقره بالبستان حيث تم أداء القسم وتوفي سلطان عمان قابوس بن سعيد مساء الجمعة عن عمر ناهزة تسعا وسبعين عاما بعد نصف قرن في الحكم بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية قرر مجلس الأمن الدولي تمديد العمل بآلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة ستة أشهر بدلا من سنة وذكرت وكالة روترز أن المجلس سمح باستمرار تسليم المساعدات عبر الحدود من موقعين في تركيا ولكنه استبعد معبرين مع العراق والأردن لتفادي استخدام روسيا حق النقد وفقا لروترز نهاية الموجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر